في البدء لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل ذر الجرس ليصلك كل جديد ولأهمية ذلك في استمرار القناة عائلة كبيرة بتنتقل لمنزل جديد وسط الطبيعة عائلتهم جميلة كل أولادهم بنات بيدخلوا المنزل لكن سادي مش عاوزة تدخل والحيوانات بيكون عندهم الحاسة السادسة وبيحسوا باللحنة ما نعرفوش بينقلوا عفشوهم وبيجهزوا البيت وهتنعمل بنات بلعبه استغماية بيكتشف الأب روجر فتحة في الجدار الخشبي وبيكتشف أنها بتقود لقبه كبير جدا أسفل البيت سادي لسا برة وبتهوها وكأنها عايزة تنبيهم لشيء خطير بتلاحظ أمهم كيرولين أن ساعة البيت وقفها على 3 أو 7 دقايق بعد نص الليل وكل ما يثبتوها بتقف عندها بيسمع بنتوم أبريل بتسرق برة وبيخرجوا بيكتشفوا أن فيه شخص تخلص من سادي المسكينة من غير أي دم بعملته وبيحزانوا عشانها وأثناء نومهم بتعشر كريستين بشخص بيسحب رجليها وبتعتقد أنها نانسي أختها بتعكسها بيسمعوا صوت خط في الأعلى بيطلع أبوهم روجر بيلاقي بنته سيندي وقفة أمام الدولاب وبتغبط رأسها فيه سيندي بتمشي أثناء النوم لكن أختها الكبيرة أندريا بتقول أنها أول مرة تشوفها بتعمل كده وبيكتشف روجر أن الحمام كمان بيموت أمام المنزل الغريب ومش سادي وحدها بتكتشف كارولين أن إبريل بتتكلم مع شخص وبتسألها بتتكلمي مع مين بتقولها ده صديقي الجديد وبتنظر للاعبتها باستغرب وبتطلب منها إبريل تلعب معها لعبة الاستغماية والتسقيف وبتطلب منها أمها تسقف وبتروح أورا الصوت وبتدخل غرفة النوم وبتسمع الدولاب وراها بينفتح وبتطلب تسقيفها تانية وبتخرج أيدين من الدولاب وبتسقف وبتروح كارولين للدولاب بتفتش الدولاب لكنها بتكتشف أن ما فيش حد فيه وبتيجي إبريل من برق الغرفة وبتنفز عمها بشدة وبتناء نومة بتنسحب رجل كريستين مرة تانية وبتعتقد أنها أختها نانسي وبتقول لها سبيني أنام لكنها بتنسحب مرة تانية بقوة وما بتلاقيش حد ونانسي نايمة وبتطرعب جدا بتنظر كريستين أسفل السرير لكنها ما بتلاقيش أي حاجة لكنها بتسمع صوت وبتشوف أجه مرعب مستخبي خلف باب الغرفة وبتنادي على نانسي وهي مرعوبة بتصحي نانسي وبتشول لها أورا الباب وبتقول لها نانسي مش شايفة حاجة بتقول لها واقف وراكي وبينقفل الباب بشدة عليهم وبصرخه بيسعد أبوهم وأمهم لكن ما بيلووش أي شيء وكريستين في منتهى الرعب وفي ليلة تانية بتسمع كرولين صوت في القب وبتنزل تشوف لكنه بينقفل عليها وبتقع من على السلالم وبتصبح وحدها داخل القب والمخيف وبتشوف كرة بتتحرك في تجاهها وبتجري عشان تخرج وبتتحرق اللمبة وبتصرخ وسط الضلمة لكن ما حد سمعها والصوت بيكلمها بيقول لها يلا نلعب الاستوماية والتسيف وبيسقف جنبها وبتصرخ بشدة وما فيش أي حد سمعها وبتقوم مختومة كبيرة يا اندري بتشوف سيندي يوقف أمامي الدولاب مرة تانية وبتخبط راسها فيه وبترجعها لسريرها لكنها بتتفاجئ بصوت نفس الخبط في الدولاب وبتسحى سيندي وبتنظر براب الفوق الدولاب وبيشوفوا فوق أمرأة مرعبة جدا بتقفز عليهم وبصرخوا روجر كان بالخارج وبيسمع سرقهم وبياخد كيرولين وبيصعدوا للبنات اللي بصرخوا وبيلاقوا يندريا في حالة سرع من شدة الرعب بتستدع كيرولين أمهم خبراء في طرد الأشباح وهم إيد وزوجته لورين وإيد ولورين مشهورين جدا في جميع أنحاء العالم بخبرتهم الكبيرة في طرد الأشباح وبيوصلوا معاها للبيت وبتعرفهم على البنات وبيفحصوا المنزل وبتشوف لورين شبح منعكس في اللعبة خلفها لورين عندها شفافية روحانية كبيرة جدا وبتشوف مرة تانية شبح امرأة متعلقة في الشجرة وبتبدأ تشوف شبح الامرأة في كل مكان في البيت حتى خلف البنات وهم عافين وبعد الفحص الطويل بتقول لهم لورين إن في شبح في المنزل بيتغذى على خوفكم وبيقولوا لها هل نترك المنزل بتقول لهم لا هو هيتاردكم في كل مكان والمفروض إننا نترده من البيت ونترده عنكم بيجي معاهم شخصين مساعدين وبيضعوا الكاميرات في كل الركن في المنزل وبيفحصوا القبر بتشوف لورين شبح المرأة من خلف النافذة في غرف الكيرلون أموها وما هي في الخارج وبتجري عشان تنقذها لكن واضح إن شبح المرأة تلبس فيها بتشوف أحد مساعدين شبح امرأة بتمر من أمامه وبيروحوا وراها وبتهجموا وبينادي على قد بيشوفوا سيندي ماشية أثناء نومها وبتلتكت الأجهزة إشارة وبيعرفوا إن فيه كيام بيمشي معها وبتصعد سيندي وبينقفل الباب وراها بيحاولوا يفتحوا الباب لكنه ما بيتفتحش وبيكسروا وبيدخلوا والشيء الغريب إنهم ما بيلووش أي أثر لسيندي في الغرفة بيجيبوا جهاز للرؤية للعشعة فوق البنفسجية وبيشوفوا أثار أجدام في اتجاه الدولاب وبيفتحوا الدولاب لكن ما بيشوفوش أي شيء وبيشوفوا عن طريق جهاز أثار عيدين على جدرانه وبيكسر جدار الدولاب وبيشوف سيندي نايمة داخل قبو فيه بتدخل لورين البطلة للقبو اللي خلف الدولاب وبتشوف حبل كبير وفجأة بتسقط لأسفل قبو البيت وبيدور عليها إيد ومش عارف هي فين وبتشوف لورين شبح المرأة منعكسة في اللعبة بتلتفت لها وبتشوف شبحها معلق وكأنها شنعت نفسها وبتبدأ الجثة تلتفت في اتجاهها وبتصرق وتجري وأخيرا بيوصلها إيد وبتقول لهم لورين عرفت كل شيء كان فيه امرأة بتسكم في المنزل قبلكم واستحود عليها الشيطان وخليها تتخلص من طفلها وشنعت نفسها وبتقول لهم هي بتحاول تتلبس في كارولون عشان تتغذى عليها وبعد ما بتقول لهم بتسقط الأشياء أمامهم وفجأة بتشوف كريستين شعري نانسي بيقف للأعلى وبتنسحب بشدة وبتندفع بقوة في باب الغرفة وبتنسحب من شعرها بشدة وبيحاولوا يمسكوها ومش عارفين وبتقص لورين شعرها وبتنقذها بيشوف ايد فجأة كارولين ماسكة سكينة وبتحاول تقضي علي كريستين قراء بنت في بناتها وبيحاولوا ياخدوا منها السكينة وواضح ان المرأة الشبح تلبست فيها تماما بيحاولوا يخرجوها خارج المنزل لكنهم بيكتشفوا انها بتتحرق كل ما تقرب من الخارج وبتقولهم لورين مش هنقدر نخرجها لان شبح المرأة مش عاوزها تخرج من المنزل ولو خرجت هتموت وبتنسحب بشدة لقابه وبتهاجمهم واصبحت كأنها شيطان ومشادرين عليها وبتضع لورين ملاية على رأسها وبيقيدوها بيقرأ ايد من الكتاب المقدس وبتصرق بصوت شيطاني مرعب جدا وبتثوروا الروح اللي لابسها بشدة وبيهتز المكان بعنف وفجأة بيسكت الصراخ الشيطاني وبيشوفوها بترتفع بالكرسي اللي قاعد عليه في الهواء امامهم في مشهد مرعب خارج للطبيعة وبيستمر ايد في التقوص لطرد الروح منها وبيرجع الصراق الشيطاني وبينقلب بها كرسي الى اعلى السقف وهم في منتهى الرعب وبيتكلم الشيطان على لسانها وبيقولهم هتموت وكلكم بيكتشفوا ان ابريل مش موجودة وبيدوروا عليها واخيرا بيجدها مساعدهم في اسفل القبو ولما بيسمع الشيطان اللي لبسها بتاخد السكينة وبتدخل القبو عشان تروح لابريل وبتقصل لابريل وبتصرخ وهي عايزة تموتها كيرولين على واشاك انها تموتها وفي اخر لحظة بينقضها ايد وبيكلم الشيطان المتلبس فيها باسمه وهو بوتشيبا وبيقول له بوتشيبا وبيلتفت له وتركها واعود للجحيم بتساعدها لورين وبتحاول تخرجها من تأثير الشيطان بوتشيبا وبتقول لها انت امها كيرولين وهي بنتك وبعد معاناة طويلة بتبكي كيرولين وبترجع لطبعتها اخيرا وبتتركها الروح الشيطانية اللي تلبست فيها وبتبكي كيرولين وبتحضن بنتها ابريل وبترجع كيرولين لطبعتها ويعود السلام لمنزلهم احداث الفيلم كلها مبنية على قصة حقيقية حدثت في عام 1971 المخرج جسد كل تفاصيل القصة الحقيقية في الفيلم وكل مشهد في الفيلم حدث فعلا في الحقيقة ودي صورة الصحف عن المنزل المسكون في الوقت ده ودي صورة للام الحقيقية واطفالها الخمسة باسمعهم ودي صورة القب مع بناته ودي صورة المعالج وزوجته المعالجة اللي كانوا مشهورين في العالم في وقتهم ودي مقالات عنهم في الصحف في وقتهم بسبب شهرتهم ونجحهم بنتهم الكبرى والمعالجة هم اللي رووا معظم تفاصيل وأحداث الفيلم الحقيقية المعالج توفى لكن المعالجة عاشت حتى عام 2019 وروت معظم تفاصيل الفيلم وأحداثه بالكامل وعاشت حتى عرض الفيلم وتوفت في عام 2019 وهي والابنة الكبرى هم اللي رووا معظم تفاصيل الفيلم الحقيقية ووثقوا تفاصيله ودي صورة للعائلة أمام باب منزلهم ودي صورة للمعالجين الزوج وزوجته مع بنتهم اذا عجبك الفيديو فلا تنسى العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل ذر الجرس ليصلك كل جديد اشتركوا في القناة